لو سمعت عن الموبايل ده او بتفكر تشتريه فبلاش والغي الفكرة. وده لانه مش بيقدم اي ميزة عن الجيل القديم غير في رؤات بسيطة جدا وسهر اعلى. وللعلم الجيل القديم اتكلمت عنه في فيديو منفصل مع شوية مشاكل ظهرت في السوفتوير. هتلاقوه ظهر هنا او هنا. عرفتوا الموبايل ولا لسه? لسه? تعالوا نعرف كل حاجة النهاردة عن الفيفو فيه اربعين. معكم طارق مردي ويلا نبتدي. انت معك موبايل سريع وسهلس مع تردد سريع مية وعشرين هرتز وبروسيسور مش قوي في سعره. لكن ماشي الحال. هو سناب دراجون سيفن جين سري ومعالج الرسوميات الادرينو سبعمائة وعشرين. زي الفي تلاتين بالزبط ما عدلوش اي حاجة. يعني رفعته السعر ونفس البروسيسور معرفش ليه. وهيديك تجربة العاب هتدائك عشان اكون صريح معك. تعالوا نشوف. على بابجي سجل ستين فريم بس. مش دي المشكلة. الجريب انك لما بتلعب بيكون ستين فريم. الحركة تزيد بينزل لخمسة واربعين او ستة واربعين فريم. واوقات بتحس ان فيه لاك في الحركة السريعة. صراحة ما توقعتش منهم ده ابدا. توقعت هيعمله ترغيبه افضل من الفي تلاتين بس خيبه ظني. انا متضايق صراحة وانت اكيد متضايق. بس ما تفكرش تيفل الفيديو دلوقتي. استنى نشوف الشاشة اكيد فيها حاجة هتفرحك. شاشة الفي تلاتين هتلاقم زي بعض مع فرق واحد بس هقوله في اخر الشاشة. مش هتلاقي اختلاف غيره وانت اكيد مش مصدقني. مركز معي. الشاشتين زي بعض من نوع اموليد مئة ستة وتمانية وسبعين انش داعمين لمليار لون. وجودة واحد ونص كين. ما قلتش اي حاجة مختلفة الجديد بس في السطوع بدل ما كان الفين وتمنمائة الشامعة في الفي تلاتين بقى اربعة تلاف وخمسمائة الشامعة في الفي اربعين. يعتبر الضعف. وبس ما فيش حاجة تاني. وللعلم هم حلوين جدا مش بقلل منهم بس ما فيش حاجة دي ده تعاملت غير السطوع الاعلى. مكفاية كده ويلا نشوف التصميم بيقول ايه. تحس شكل الكاميرات مزيج بين الاونر تسعين وتسعين برو. وبسيط على اول دايرة تحسها شبهة تسعين وتاني دايرة شبهة تسعين برو مع ظهر من الازاز المصنفر. عجبني جدا صراحة اللون ده. وطبعا الحلو ما يكملش فانزل بفريم بلاستيك. مش هفرحك دايما لازم تزعل شوية. بسعره ده المفروض يكون معادة. نركزه كده. هم مسجتهش على الوزن زوده من مية ستة وتمانين جرام لمية وتسعين جرام. ممكن ده من البطارية الاكبر. وبرغم من شكل الكاميرات اللي يباني فيه انه تلك كاميرات لكن هما اتنين بس اساسية والتراويد لحد دلوقتي. مش عارف صراحة البقع السودة التالتة بتاعت ايه ومعها فلاش نفس فكرة الفي تلاتين. انك بتغير لونه وده حلو. بس استغربت انهم صغر وحجمه كان كبير حوالينا المربع. مع دعمل شرحتين نانو داعمين للفايف جي بجودة الاتصال ومكالمات حلوة. ولازم يكون فيه واي فاي ستة بس هنا قللوه شوية بقى واي فاي خمسة مش عارف ليه بصراحة. مع وجود بلوتوس خمسة واربعة ودعم مشاكل كامل اعتقد اعتقد السوفت وير ممكن يكون اجمد. معك سوفت وير سالس وسريع جدا بس ما نفوش ميزات كتيرة تحسه بسيط في نفسه. ويديك تراجبها حلوة مع تردد سريع الكلمة عنه في في تلاتين. هو بينزل مع سوفت وير فيفو الفانتش اربعة عشر. واتمنى اتمنى المشاكل اللي حصلت في في تلاتين ما تحصلش تاني هنا. وما تنساش وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمة حلوة شجعني استمره. وبشكرك جدا انك وصلت لحد هنا. وكفاية كده ويلا نشوف الكاميرات. كاميرتني الاساسية خمسين ميجا بيرسل مع مصابت بصري والتانية خمسين ميجا بيرسل الترا وايد. يطلع صور محترمة بتفاصيل واضحة حتى لو عملت زوم بتعمل من الاساسية بس بيكون واضح لحد كبير. الوان المباني كويسة تفاصيل واضحة لكن في الزرع مش الافضل. الزهور هنا كان لها رأي تاني فطلعها جميلة جدا الوانها مزبوطة جدا وكويسة وعزل محترم. لكن التفاصيل مش كويسة مش مواضح لأوراق كويس. الصورة دي حبيتها جدا يمكن عشان بحب الكلاب. لو حد بيحب الكلاب يرفع ايده في الكومنتات. لا 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 حلوة بجد وتفاصيل وش واضحة بس حصل بلور تحت عند جسمه والديل. في الليل يعتمد عليه في الصور وفي دوق منخفض لكن في حاجة هتدايقك في الفيديو. برغم انه حلو بيصور فيديو فور كي تلاتين فريم. لكن وحش جدا في الليل والدوق المنخفض مش بيحلل لأ الوان كويس ولا تفاصيل. تحس الفيديو بنغمش او ما بكسل. لكن في الصبح حلو وسابت ومطلع تفاصيل والوان حلوة وبين اكتر في تفاصيل الصحب والسماء. اما السيلفي جميل مع كاميرا خمسين ميجا بيكسل بيطلع تفاصيل الشعر واضحة ومزبوطة. اوقات بس الدوق بيبوز منه مش بيعرف يحلل كويس بس في العموم حلو. في الليل حلو ومطلع تفاصيل الوش واضحة ولو جربت توسع الصورة هتلاقي العزل حلو. لكن للأسف تفاصيل الوش اختفت الوش بقى ناعم. وبعتين انه بيصور فيديو فور كي تلاتين فريم. حلو في التفاصيل الشعر والوش. لكن صراحة مش ثابت ومش حلو. تحس انه بيروح ويجي معك. فمش هينفع لو بتصور فيلوجات وانت ماشي في الشارع. لكن لو هتصور بي وانت واقف في مكانك عادي وهيعجبك جدا. وفي الليل وحش صراحة ما ينفعش ومش مناسب غير انه مش ثابت. تحسوا بنعم وشك وتحليل الضوء فيه وحش. سيبك من كل ده وتعالى نشوف البطارية تستاهل ولا لأ. هتستغرب مني بس بطارية ال V تلاتين افضل كتير برغم انها خمس الاف ميلي امبير بس. وده اعلى خمس سلاف وخمسمائة ميلي امبير بس اقل في مدة الاستخدام حسب تجاري بالبطارية. هي حلوة مش وحشة لكن اقل من ال V تلاتين. وبتيجي مع نفس الشاحن التمانين واط باشحن في حوالي خمسين دقيقة. فيعتمد عليها في الاستخدام اليومي والشغل بدون مشاكل. لكن كنت افضل تكون زي الجلي الاديم. سيبك من كل ده وتعالى نشوف الرامات ومساعة التخزين. بينزل برام تمانية واتناشر بقلت ردد حالين الفين مية تلاتة وتلاتين ميجا هيرتز. رحت عليها حالين خصوصا في سعر وانت عندك تلات تلاف ومتين واربعة تلاف ومتين. يمكن ما خدوش لبالهم. معاك مساحتين تخزين متين ستة وخمسين وخمسمائة واتناشر من نوع ايه بقى? نوع قديم وما ينفعش نزله بيه حاليا. تب انزل بسري بوينت وان نقول ماشي. على الاقل حاسسني انك نزلت بتطوير جديد. عملت انجاز. لكن ما فيش خالص هذا كده? وما فيش كارت ماموريل مساحة كافة معاك والزيادة. تعالوا نجيبي القلاصة ونشوف يستاهل ولا لأ? باختصار انا عجبني الوان الكاميرا والتفاصيل. تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية والسيلفي. سطوع اعلن. في ميزة انا ما قلتهاش هقولها كمان شوية. تصميم الضهر مع اللون ده جميل. لكن ما عجبنش ان الفرين بلاستيك. الشاشة ما فيهاش اي جديد جيره السطوع. مش هتعرف تصور فيديو بالسيلفي وانت ماشي هيكون مش سابت معك. ما قدمش اي ميزة عن الجيل القديم جير كاميرات افضل سطوع اعلى وسعر اعلى. سعره عالي لو كارنتم مع منافسين بنفس سعره. والحد الوقت يا هو مش سابت بين الخمسمائة وخمسين يورو لستمائة وخمسين يورو لنسخة الاتناشر مع خمسمائة واتناشر جيجة. مش عارف هم درسوا السعر ده كويس ولا بيجربوا ولا السعر ده خدعة وهينزل عن كده. اصلي مستحيل انصى حد يشتريه بالسعر ده او يفكر حتى يشتريه من الاساس حرام الفلوس دي. انت المفروض بتشتري موبايل عشان يكفي احتيارك وبسعر معقول لكن مش بالاسعار المهولة دي ومصافات مش عالية. باختصار الموبايل حلو كشاشة كاميرات شوية العاب لو سعره زبط عن كده. طيب حتى انزله سبط على خمسمائة يورو لكن بالسعر ده بصراحة منصحش بيحد. بنفس السعر ده قدر اجيب لك موبايلات متكاملة وافضل منه كتير انت دافع مكلف ما نجيبش اي موبايل وخلاص. فتقريم الشخصي لا ما تشتريهوش ولو عايز حاجة تديك نفس التقريبة هاتي تلاتين من فترة كان عامل واحد عشر الف. للنسخة الاثناشر ما عم تنسى وكمسين جيجا. يجريب من كل ده ان محد استألني على الميزة وتقريبا كده نسيتوها. الميزة انه بيتعم مقومة مية معيار اي بي تمانية وستين متر ونص في المية لمدة نص ساعة. وما تنساش تكتب لي اي كلمة حلوة تقديرا للشغل الجامل ده. ولايك واشتراك والحاجات دي ودعيه للقناة الكبار عشان ابتدي اوزع هدايا. والمسابقات بقى واللايفات في الشغل الجامل هيتعمل ان شاء الله قريب. ما تنساش بقى تنورنا الاربع منصات الفيسبوك اليوتيوب الانسجرام التيكتور عشان نكون قصر مع بعضينا وكبر اكتر واكتر بازن الله. دمتم بافضل حل. سلام. موسيقى